سألك عن رأيك فيما حدث اليوم في مباراة الزمالك بالسراميكا المباراة كانت مستيرة جداً 3-2 الزمالك كان متفوق 3-0 وعيد السراميكا بهدفين وكان ممكن يسجل الثالث كمان رأيك في المباراة بشكل عام هي المباراة قسمت أفضل 60 دقيقة لعبنات الزمالك الموسم ده يعني حاك شفت الخطوط كلها متقربة حاك شفت الانسجام اللي كان واضح شفت التحرك بكورة التحرك بدون كورة شفت الروح القتالية الموجودة شفت الفرص اللي كان بيتيجي كان زمالك طبعاً بيستغلها بشكل كويس كان أفضل حالات بنشرق النهاردة أفضل حالات إمام عشور إمام عشور ما شاء الله يعني نمسك الخشب بقاله حوالي 4 أو 5 مباريات مستوى بيزيد من المباراة للتانية يمكن أفضل 60 دقيقة زمالك عملهم النهاردة من حيث الأداء ومن حيث النتيجة من حيث الروح العالية خاصة في الظروف طبعاً اللي نازم ملك فيها طبعاً من غيابات من نقص في الخطوط نقص في أشخاص نقص في لعبة مؤثرة جداً جداً ولكن الثقافة اللي مستر فيرا والجهاز الفني بيعملها والشجاعة والثقل كبيرة جداً والجرأة اللي هو بتحصل إنه هو بيدي للعابة اللي نشئين فرصة يمكن اللعابة تحس إنهم متحمل مسئولية يعني اللعابة اللي ما تحسشهم لعابة زغيرة النهاردة عاب نجيد ومحمد طارق النهاردة بينقصوا النهاردة زمالك من أداف محققة أدافهم من مباراة المباراة بيرتفع شايف ممكن 60 دقيقة بشكل كويس هو جرب وعانى أنه هو بخسرانه يرجع تاني المباراة كل ده طبعاً هيتحاسب لهم وهتزيدهم طبعاً خبرات الفترة الجاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر